موسيقى وفوض هولاكو أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر فوض إليه الشحنكية بها وإلى الوزير ابن العلقمي فلم يمهله الله ولا أهمله بل أخذه أخذ عزيز مقتدر كان شيعيا جلدا رافضية خبيثة فمات جهدا وغما وحزنا وندم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم فولي بعده الوزارة ولده عز الدين بن الفضل المحمد فلحقه الله بأبيه في بقية هذا العام ولله الحمد والمن لاحظ كم هو سعيد وفرحان بموت ابن العلقمي وابن ابن العلقمي ويقول لماذا تفرحون بمقتل يزيد لماذا تفرحون بانتقام الله من يزيد قاتل الحسين عليه الصلاة والسلام وممن توفي في هذه السنة من الأعيان خليفة الوقت المستعصن بالله أمير المؤمنين آخر خلفاء بن العباس بالعراق رحمه الله فيكون عمره يوم قتله سبعة وأربعين سنة رحمه الله تعالى لاحظ أنا أذكر هذه حتى وأنت عليك أن تقارن يعني هذا نفس الكلام الذي يأتي به الشيعة في مجالسهم في خطاباتهم في مواعظهم في كتبهم في حديثهم نفس الكلام هم يتحدثون عن الفسقة عن الفجرة عن المارقة عن القتلة عن الإرهابيين عن المدلسين عن المارقين نحن نتحدث عن أمة التوحيد عن أمة أهل البيت عن الأمة الحقيقيين عن الأصفياء عن الأدقياء عن الأخيار عن أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الفرق بيننا وبينهم لكن النهج نفس النهج والمجالس نفس المجالس والروزخونيات نفس الروزخونيات فعندما أذكر هذه أنت عندك في المقابل ما يذكر في مجالس أهل البيت سلام الله عليهم وما يذكره الروزخونية من الشيعة يقول ومن توفى في هذه السنة من أعيان خليفة الوقت المستعصن بالله أمير الممين آخر خلفاء بن العباس بالعراق رحمه الله فيكون عمره يوم قتل سبعة وأربعين سنة رحمه الله تعالى وقد كان حسن الصورة جيد السريرة صحيح العقيدة مقتديا بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات وأكرام العلماء والعباد ولكن كان فيه في الخليفة لين وعدم تيقظ ومحبة للمال وجمعه وقتله التتار مظلوما مضطهدا وأويلا قتل الخليفة الرقص المطرب المغني الماجن قتل مظلوما مضطهدا وكانت مدة خلافته خمسة عشر سنة وثمانية أشهر وأياما فراحمه الله وأكرم مثواه وبل بالرأفة ثراه وقد قتل بعده ولداه وأسر الثالث مع بنات ثلاث من صلبه فكان آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس أقول ولا ننسى إشاعة الرقص والغناء والخمور والبغاء والفاحشة بين الناس وسرعان ما سيناقض نفسه ابن تيمية ابن كثير المهنهج التيمي سرعان ما سيناقض نفسه وينكشف تدليسه حتى لم يبقى مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض بلاد العراق وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال في أكثر الأوقات كما ذكر ذلك مبسوطا في الحوادث والوفيات أقول روزخونيات تيمية تناقض نفسها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر